مرحبا بكم مشاهدين الكلام في موعد نشرة تحوال التقسي تطلع لكم من قناتكم الوطنيا تيفي نبدأ ونشرتنا الجوبيه بالصورة اللي اخترناها لكم من هاليوم نحب بكم المدينة الجسور المعلقة قسنطينة اكيد هذا المنظر الجميل اللي عبر عن جمال بلدنا الجزائر اذا وضعية المرتقبة مع فجر الجمعة ان شاء الله اطراب الجوبيه تبقى امطار خين ان شاء الله تبقى في الموعد تولوج كذلك على الصيف على جبال البابور على باتنا على خنشلة امطار ان شاء الله رح تستمر في التهاطل على اغلبية الولايات سحيلية الوسطى ايضا كما اللحظوا على الجزائر العاصمة وضوحيها على وهر المستغانم على سعيدة على تلنسان على الغزوات على الشلف على البويرات يزيوزو جيجل على قسنطينة على ام البواقي على اغلبية الولايات الشرقية عنابة طارف سكيكدا القالة رح تستمر الامطار ان شاء الله الجلفة الغواط سيارت حتى الخط الرابط مع البيض مشرية والنعامة اجواء تبقى غائمة سحب كثيفة على اغلبية الولايات الصحراوية من ناحية الغربية رياح قوية كذلك تبقى في الموعد وسط الصحرى ومرتفحة الهوغار والتاسيلي درجات الحرارة مع الفجر الجمعة ان شاء الله تبقى كتلة هواء باردة مركزها على اغلبية ربوع الوطن انخفاضي يبقى محسوس في درجات الحرارة ونحن سجلوه درجات تحت الصفر ان شاء الله على السطيف على باتنا خنشلا آليس عينازل صفر درجة على الجلفة ناقص درجتين على الضيض مشرية والنعامة درجة واحدة ان شاء الله سنسجلوها على قسنطينة على ام البواقي تبقى البرودة في الموعد انخفاضي يبقى محسوس كما اللحظوا على اغلبية الولايات الصحراوية ونتلحقت الدرجات على منطقات الثورة نفس المقياس على غردا يازل فانا وابريانس الدرجات على ورقلاتو جورت حاسم سعود وحاسي بركين من نسبة الوضعية المرتقبة بعض ظاهرة الجمعة ان شاء الله نترخبوا الامطار امطار خينش راح تستمر تلحق حتى الخمسين ملمة المحليا اذا امطار غزيرة على البرد سحلية الوسطى على وهرن سعيدة مستغانم على الولايات الشرقية على قسنطينة ام البواقي امطار راح تستمر ان شاء الله على تيزيو الزو على البويرة على الشلف تلمسان حتى الغزاوات امطار كذلك على اغلبية ولايات الهضابة العليا زاوبة عاملية اذا الحيطة والحذر على تيندوف وادراء كذلك ان صعد هذه الرياح راح تؤدي بطبيعة الحل الى ضعف الرؤية الافقية اذا درجات الحرارة بعد ظاهرة الجمعة ان شاء الله تبقى البرودة في الموعد درجة حرارة منخفضة سبع درجات حين سجلوها على تيارة 13 درجة على شلف 15 درجة على وهرن بالنسبة الولايات الصحرية درجاتها راح تروح من 13 حتى 20 درجة باقصى الجنوب البحر ان شاء الله مشاهدين الكرام اذا لينا هالغد راح يكون شديد الهياجان على طول الشريط الساحلي مع سرعة الرياح تروح من 60 حتى 70 كم في الساعة لسواحل العوانة جيجل اتجاه التريح بإذن دا هيدا نحتكون غربية تماما على سواحل الشرقية حتى العوانة جيجل الجنوبية غربية على سواحل تنزدلس حتى المرصب المهيدي لهنا الحقنا غيرتا موعد نشرتنا الجو في ذا مشاهدين الكرام نختموها كالعادة موعدكم الفلكي لشرق وغلوب الشمس لنا هالغد الجمعة 20 جنزيه مابقا لغنقلكم اكيد بقاوا مع برامج دوطنية تيفي بقاوا لخير تراف لحتيكم